اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا بلاعب منتخبنا الوطني علي منفردي بناسبة فوزه ببطولة العالم للجوجتسو وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجتسو والمقام في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأعرب جلالة الملك المفدة خلالها الاتصال عن تهانيه الخالصة على هذا الانجاز العالمي المشرف الذي يضافه إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في هذه اللعبة وفي مختلف الألعاب الرياضية بشكل عام مشيدا جلالته بما بدله اللاعب علي منفردي من جهد في منافسات هذه البطولة وتفوقه على العديد من اللاعبين المشاركين وأحرازه الميدالية الذهبية وتشريف الوطن في هذا المحفل الرياضي الدولي مشيدا رعاه الله بما تمتلك المملكة من طاقات ومواهب رياضية قادرة على المنافسة والتفوق في جميع الرياضات واعتلاء منصات التتويج من جانبه عرب اللاعب علي منفردي عن عظيم الشكر وبلغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى على هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته وعلى الرعاية والدعم والتجيع الذي يحظى به كافة رياضي المملكة من جلالته رعاه الله معاهدا جلالته على مواصلة عطائه لتشريف الوطن في المنافسات القادمة شكرا